اشتركوا في القناة عوامل صحة الحيوان أو الصروة الحيوانية في مصر بتعتمد على بعض الأساسيات اللي منها الأمان الحيوي نفسه وكيف يتم تطبيقه داخل المزارع وداخل العنابر وهل يوجد أمان حيوي حقيقي يتيح للصروة الحيوانية الوقاية من الأمراض الأمان الحيوي وتطبيقه داخل المزارع الكبرى موجود ومتوافر وعند المربي في هذه الظروف دايما في جهود من الدولة ان احنا نوصل له المعلومة علشان يطبق بعض المعاملات اللي ممكن تكون بسيطة لكن هي توفر له نوع من الأمان الحيوي ده علشان يبقى فيه حماية من ان الحيوان يتعرض لأي نوع من أنواع المسببات المرضية لكن في نفس الوقت احنا بنتكلم على التحصينات وإنتاج اللقاحات إزاي يتم إنتاج اللقاحات في مصر وتغطي هذه الأعداد الكبيرة من الصروة الحيوانية خصوصا إذا كان انت عندك هدف ودولة قوية بتدعم هذا الهدف إن احنا نزيد من إنتاجنا نزيد من تنمية الصروة الحيوانية في جانب يتم استراضه من الخارج في جهود النهاردة للتوسع في التلقيح الصناعي دخول القطاع الخاص في إنتاج اللقاحات في مصر النهاردة أصبح حقيقة موجودة وبيغطي جانب كبير جدا من السوق وزارة الزراعة ومعهد الأمصال واللقاحات بيدعم هذا القطاع بتوفير أنسب اللقاحات من العطرات المحلية علشان ننجح في إنتاج الأمصال واللقاحات عندنا ملف مهم جدا إنتاج بيض مخصب خالي من المسببات المرضية نحن عندنا مشروع مهم هو مشروع من المشروعات اللي فعلا بتدعم هذه الصناعة أقيم هذا المشروع من أجل توفير أهم مدخل لهذه الصناعة أنه يكون عند بيد يستخدم في صناعة اللقاحات بيطبق داخل هذا المشروع أفضل وأنسب معايير الأمان الحيوي كان ليه الشرف أن زورة هذا المشروع من أكتر من 6 أو 7 سنوات كان غير مسموح غير أن احنا ندخل المراحل الأولى من المشروع أن احنا نمواجدين في منطقة الحزام الواقي الخارجي للمشروع مراحل كتيرة جدا بيمر بيها العمالة من كشف من تعقيم من إقامة دائمة داخل هذا المشروع لعدم نقل أي مسببات مرضية داخل هذا المشروع وإنت بتتكلم عنه لازم تبقى عارف أن مصر يقدر اتحقق من خلاله يعني اكتفاء ذاتي بالنسبة للبيض الخالي من المسببات المرضية لهذه الصناعة وفي نفس الوقت إحنا الحمد لله نجحنا في أن إحنا نصدر هناك خطة حالية أن إحنا نتوسع داخل هذا المشروع هناك خطة أن إحنا ندعم القطاع الخاص أيضا بحيث أن هو يقدر ينتج ويقدر يشتغل لأن الصرر الحيوانية مهم جدا نحن نوفر لها اللقاحات المناسبة من العطرات المحلية برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من الصرر الحيوانية